موسيقى طباح الخير الأنظار التي كانت متجهة أمس إلى لبيال حيث ألقى الرئيس سعد الحريري خطاب 14 شباط جامعا قادة 14 أذار من بعدها كانت الموضوع الرئيسي إن لم يكن تقريبا الموضوع الوحيد في صحف بيروت والتي تناورته من زوايا عديدة سأناقشها مع ضيف اليوم النائب الأستاذ إلي ماروني عضو كتلة حزب الكتائب صباح الخير معالي الأستاذ ماروني أهلا وسهلا بك بإذن الحدث من لبيال خطاب الرئيس سعد الحريري وكل المشهد والصورة التي ارتسمت بعد هذا الخطاب سنستهل الحلقة بكاريكاتور أرمى حمسي بجريب النهار رسم لوحة لـ 14 أذار جرى لسكوها تفادياً للكسور فيها وذلك بلسقات 14 شباط بتعتبر أنه 14 شباط ضمد الجراح اللي أصيبت فيها 14 أذار؟ يعني أول شيء 14 شباط هي مناسبة أليمي لأنه أفقدت لبنان ركن من الأركانة الكبار ورجل قلت عنه دائماً أنا أنه هو رجل بناء في زمن التهديم نأمل نأمل أنه تكون هالصورة الجامعة بالأمس متماسكة ما تفرط قبل 14 أذار ليش وضعت 14 أذار موعد؟ لأنه هي 14 شباط بالكاريكاتور تضمد 14 أذار ولأنه الاستحقاق الثاني قدامنا هو 14 أذار يلي مفروض فيه يكون موقف الكل متضامن 14 شباط كان فيه موقف دولة الرئيس الحريري وسبه 14 أذار فيه موقف كل أفريقا 14 أذار نأمل أنه من هلأ لـ 14 أذار وخصوصاً مع وجود الرئيس الحريري في لبنان تكون كل هالمصاعب والمشاكل قد زالت وقعدنا لحمة 14 أذار لأنه 14 أذار مزالت حاجة وطنية مزالت حاجة لبنانية ومبارح السورة رغم كتير من الملاحظات وكتير من التشكيكات أعطت ارتياح لدها الجمهور يلي دفع شهداء ودفع عرق ودم ودموع وابتسامة أيضاً ونزل على الشوارع في سبيل تحرير لبنان يلي بيعتبر بعد عنده مهمات عديدة لينجز ما نزل إلى الشارع من أجله مبارح السورة ريحته شوي رغم كما قلت لك فيها أكيد شوائب معينة صحيح يمكن كما تفضلت وقلت فيها شوائب وقبل ما ندخل بتفاصيل المواقف السياسية بدي أتوقف عند الصورة مواقع التواصل الاجتماعي حفلت مبارح بالتعليقات حول هالمودة والإلفة الظاهرة جداً بين الرئيس سعد الحريري والنائب سامي الجميل وحتى مع فخامة الرئيس أمين الجميل وتجلت بالصورة النهائية واحد عن الشمال والآخر عن يساره هل كان بذلك تعبير عن علاقات شخصية عميئة أم سياسية معالي الوزير توافق سياسي معينة أنا قلت دايماً على منبرك وعلى كتير منابر العلاقة بين تيار المستقبل وحزب الكتائب علاقة وثيقة والمشاعر التي تبودلت بالأمس هي مشاعر متبادلة يعني ولا مرة ما كانت العلاقة مع الرئيس أمين الجميل ورئيس سعد الحريري إلا ممتازي عم تحكي على سعيد الشخصي أم التوافق السياسي؟ هلأ بحكي وخلينا نتذكر كمان العلاقة الوثيقة وثيقة جداً بين الشهيد بيار جميل والرئيس الحريري وأيضاً اليوم بين رئيس حزب الكتائب سامي جميل يلي عم يلتقي باستمرار وبصورة متواصلة بين الرئيس الحريري إن كان بالرياض أو بفرنسا وإن شاء الله هلأ تكون الإقامة طويلة بلبنان لأنه بعتقد مش بعتقد متأكد لبنان بحاجة إلى وجوده هون هلأ بالسياسي نحن ما اختلفنا بمعنى الاختلاف نحن انتقضنا أو سمونا تميزنا بكتير من المحطات بس ولا مرة إلا ما كنا بتميزنا إلى جانب طيار المستقبل في الدفاع المبادئ والسوابط خليني إليك لما قاطعوا لكل الحوار بقيت الكتائب وطيار المستقبل بحوار بعبدة نعم واليوم بحوار عين التيني بقيت الكتائب وطيار المستقبل ولما تشكلت الحكومة وارتقل بعض وهذا رأيه أنه قاطع المشاركة بالحكومة بقيت الكتائب إلى جانب طيار المستقبل في المشاركة بالحكومة والانتقادات اللي كنا نوجهها واللي سمي التمايز حبزة لو أخص بها كنا اليوم بيغنى كتير عن مشاكل منا الاكتراحات اللي قدمناها لتركيبة الأمانة العامة مع الإشارة بين هلالين أني أنا بكن محبي واحترام شديدين للأمانة العامة فرسايد ومش هو المسؤول الوضع هو المسؤول يعني كنا نحن عم نحكي بتنظيم الاسكتور تبع الأمانة العامة لأربط عشر زاد حتى يصير فيه القرار المشترك لكن اليوم وصلنا القوات ترشح عون التيار المستقبل يرشح فرنجية الكتائب لا تريد هذا ولا تريد ذاك فإذا ما فيه اليوم آلية لاتخاذ قرار مشترك لكن هذا كله ما بيفسد بالنضال قضية نحن الكتائب وطيال مستقبل شركاء بالدم ما بدنا ننسى أنه دماء الرئيس الحريري مع دماء بير جميل مع دماء أطواء غاني مع دماء كل الذين سقطوا بعد ثورة أربط عشر أثار ومنه نخيي اللي دايما بيت ناثورة ما يعد الشهداء وكأنه مات في ثراع على شقفة أرض فكل هاودي اللي ماتوا ما رح نخلي دمهم يروح هادر بخلافات ممكن نرجع نضبضي بالوضع ونترجع لحماية أربط عشر بات واربط عشر أثار كمان هون شو تعليقك على من قال أنه كل هذا كمان التقارب بين الرجلين بين الرئيس الحريري ونائب سامي الجميل هو من باب يعني بالدرج حرقصة القوات اللبنانية أو التزريك والتعليم على القوات اللبنانية ما باعتقد هيدا الأمر مطروح لا من قريب ولا من بعيد أنه نشتغل نحن بكيدية ولا الرئيس الحريري بوارد ومثل ما عبط الشيخ سامي كمان عبط بحرارة أكتر كمان الدكتور جعجع هلأ لنقول أنه ما في شيء والعلاقة بيناته نود وحب وانتقام ما باعتقد يعني فيه التلك بالبداية فيه شوائب عديدة تعتري هذه العلاقة ممكن ممكن أنه ونأمل أنه مثل ما قلت بالبداية هالفترة الفاصلة عن 14 أزار تبدد الهواجيس وربما أنه يجي الحل المطلوب على كل حال الرئيس الحريري يعطى الحل يلي الشيخ سامي عطاه على طولة الحوار نحن منذ أول جلسة على طولة الحوار بمجلس النواب قلنا أنه نحن مش حطين فيتو على حدا لكن نحن مع الديمقراطية واحترام الأصول الديمقراطية كل مرشح ينزل على المجلس النيابي واللي بياخد أكتر مبروك علي بنأدي له التحية رئيس لجمهورية لبنان لكن للأسف للأسف أنه العماد عون يلي أنا زرته من حوالي الأسبوع مصر على ما بدي أقول تشويهة الديمقراطية على احتكار الديمقراطية أنه يا أنا بنزل وضامن الفوز يا ما بنزل وهذا شي خطير لأنه عم يفقدنا حقنا بأنه نترشح أو ننتخب من نريد وإذا كان العماد عون ضامن أنه هو الأقوى يتفضل ويتفضلوا كل البقية وكل الطمحين وما أكترون ما في أكتر منهم واللي بيربح وبيصير رئيس جمهورية كلنا معه ساعتها بيصير قوي بإلتفافنا حوله لأنه ربما يعني كما يقرأ العماد عون الموضوع أنه إذا إجابي توافق بكون هو كمان معيار قوة يعني تعطيه هالشغلة مزيد من القوة بهيك ظرف عم بمر في لبنان والمنطقة يعني من هالظروف طبيعية لحتى تكون الأمور الديمقراطية إلى هذا الحد يعني لما النائب بيعطي صوته للرئيس المنتخب نعم يعني عم يعمل عم بيجير هالوكالة لعطايا هالشعب عم يعمل عقد لإدارة شؤون البلد ست سنوات بالطريقة اللي عم يحكوا فيها هلأ تماني أذار مثل ما شفنا السيد حسن نصر الله لما قال ما لح نخلي العماد عون ينزل على المجلس إلا إذا ضمنين فوزه نعم فإذا عم يتحول هذا العقد إلى عقد إذعان أنه النائب شو نازل يعمل نازل يوبصوم نازل يعين شو نازل يعمل مثل ما صار بالرئاسات الثلاثة الأخرى يعني رئاسة مجلس النواب كمان أنه كان فيه من المكون الشيعي أصر أنه الرئيس بريكون وهكذا كان أنه إذا الخطأ منعتمده مبدأ منعتمده سيرة ولا منغير شوي كيف بدك تعمل حتى ما ينقل غبن مسيحي يعني كمان بنفس الوقت لاش إذا طلع رئيس جمهورية اسمه أمين جميل أو سامي جميل أو دوري شمعون مثلا أو بطرس حرب أو دميانوس قطار أو ما بعرف مين بيكون فيه غبن مسيحي؟ أنه لازم يطلع ميشيل عون مع حفظ الألقاب يطلع ميشيل عون ليكونوا المسيحي بوضع جيد؟ طيب ما خلينا شوي كونه مع القوات عندهم أكبر نسبة يعني تمثيل مسيحي تمثيل بشارع المسيحي ما بتوافق هالمقولة؟ الشارع المسيحي ألف من قوة متعددة وقوة عديدة ما حدا بيقدر يقول أنا الأقوى أو نحن 70% ونحن 80% نحن هني موجودين نحن موجودين وغيرنا موجود وبالتالي ما حدا بيقدر يحدد الأحجام خلينا ناخد شو المعايير اللي بتحدد الأحجام وبنبقى بنحكي فيها الانتشارية إذا الانتشارية ما حدا منتشر بلبنان قد الكتيب إذا الشهداء ما حدا قد الكتيب إذا التاريخ ما حدا قد الكتيب وإذا حبر على ورق البطاقات إذا هني عم يعتبروا عندنا انتسبات خلينا نكشف الأرقام الموجودة عندنا وعند غيرنا وبنشوف مين الأقوى أنا ما عم حجم من تمثيلهم بس ما حدا يقول نحن فقط المسيحي كثير وموجودين اللي كبزحلي في اللي هي مدينة وحدة فيها شي مي بيقولوا نحن الأقوى ما حدا الأقوى كلنا سواء الأقوى الحريري يبق البحثة بحسب المستقبل تفضلوا إلى المجلس يقول بات لدينا ثلاثة مرشحين تفضلوا لمجلس النواب وانتخبوا رئيسا إلا إذا كان مرشحكم الحقيقي هو الفراغ بكرة في خطاب للأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله اليوم قرأت بأحد الصحف أنه خطاب رئيس الحريري مبارح رح يبدل بالخطاب اللي كان مفروض يقوله بكرة السيد حسن نصر الله بتعتقد رح يرد على التحية بمثلها ويفجئكن معالي الوزير أم ستزيد الأمور صعوبة وتعقيد يعني الأمل شي والواقع شي نحن نتأمل أنه سيد حسن نصر الله يتفهم هواجس والهواجس الجميع في لبنان والعقبات يلي موجودة اليوم أمام انتخاب رئيس الجمهورية ويحلحل الموقف شوي يعني اليوم ما حدا بينكر القوة التمثيلية للسيد حسن نصر الله والحجم التمثيلي لحزب الله لكن هذا ما بيعني أنه هني البلد هني جزء من البلد ونحن جزء وطيار مستقبل جزء والقوة جزء والكل بيعملوا البلد فما يفرض علينا شي حتى ما نكون عم ندور بحلق مفرغة ويستمر التعطيل لأنه اليوم المتهم الأول والأخير باستمرار التعطيل هو حزب الله لأنه لو لا حزب الله يعني بالعربي الداريج عم بيكبره برأس العمد عون والطيارة الوطن الحر ما كانوا يتجرؤوا على تفعيل التعطيل لمدة سنتين ولكن الحزب كان رمى الكرة بملعب رئيس الحريري وقال أنه مش معقول يجي رئيس في مكون لا يرضى عنه بتعتقد أنه رئيس الحريري برح ناجح برد هذه الكرة إلى ملعب الحزب يعني طرح الرئيس الحريري المنحة الديمقراطية للعملية الانتخابية ما قال لا للعماد عون اللي هو مرشح حزب الله ما لكن قال خلينا ننزل على المجلس النيابي ويمكن يكون فيه ثلاثة وأربعة وخمسة وستة وما بعرف أدي مرشحين واللي بيفوز مثل ما قلنا أهلا وسهلا فيه فلذلك اليوم أتمنى أنه بكرة سيد حسن نصر الله يرد هالإيجابية بإيجابية مماثلة ويدعو إلى المعطلين لأنه للأسف المعطلين بيدوروا بس بفلك حزب الله لأنه طيار الوطني الحر وحزب الله مش أنا عمقول العماد عون قال أنه هني حالي وجودية متكاملة يعني هني دايبين ببعضهم فلذلك نحن منطالب سيد حسن نصر الله بحق البلد وحق الشعب اللبناني أنه يكون عنده رئيس جمهورية وأنه مبجوث بأي استمر التعطيل خلاصنا من هالمهزة لهيدي ما فيه بلد بالعالم ما فيه رئيس جمهورية ما فيه بلد ما فيه مؤسسات دستورية هذا التعطيل مش حق ومش ديمقراطية هايدي جريمة نأمل أنه يثير فيه قضاء قانون كما يجب ويحاكموا المعطلين على هالجريمة اللي ترتكب يوميا بحق لبنان واللبناني هل تعتقد أنه الظرف يلي كان يحول دون انهاء الفراغ الرئاسي تغير اليوم لحتى يكون حزب الله بهذا الموقف أنه فيها مش لبناني بهذا القرار أنا منظر بداية مقتنع أنه إذا بدنا ننتخي برئيس جمهورية فينا ننتخي بغد النظر عن كل اللي عم بيصير وما أولي بقول أنه الموضوع اللبناني ورقة بأيد إيران يعني النائب لما بينتخب من الشعب بينعطى إيرادة الشعب أنا يعني معلش يخليني أخد مداية بهذا الموضوع لما كان الاحتلال السوري كنا نحنا هيكي بأول طلعتنا نروح الماضي لنعلق سورة أو نعلق علام بالوقت اللي كنا نشوف نوابنا وقياداتنا خانعين مستسلمين عملاء ما بعرف لاش كان الشباب اللي على الأرض أبطال والمسؤولين مستسلمين بيقدر النائب والوزير والمسؤول يكون على سورة شعبه بطل والشعب اللبناني بطل لما عطوا وكالي للنواب عطاهم ليكونوا لبنانيين ولا ينفذوا له مطالبه واليوم الساحة اللبنانية بحاجة إلى نفضة أنا قلتها عندي ما شفت أنا بعد سفارت وروحت وجيت وتوصلت مع كل العالم وأنا من النوع اللي بتوصل كتير أنا ما سمعت ولا مرة ولا سفير أو جهة أجنبية عربية أو أجنبية قالوا لي مين انزل الانتخب أو ما انزلش ولا قالوا لغاية وما شفت البوارج حتى الإيرانية لأنه فريق التعطيل أو السورية بيجوني لا تمنع مثلا جيل بيرتزوين تنزل تنتخب رئيس نعم فإذا التعطيل التعطيل ممكن في رغبة إقليمية أنه أخروا لنا انتخاب الرئيس بس لما بيكون في قرار لبناني قرار اللبناني ينتصر على إرادة التعطيل وبينزلوا على المجلس النيابي وبقوموا بوجباتهم وبينتخبوا رئيس كفانا الرابط عم بيصير من الداخل بلد خارج وليستغد خارجي على الداخل لأنه هي بيقول أنا يا خيه هلأ بكرة روسيا أجت على سوريا وروسيا رح ترجع تعيد الاعتبار للنظام السوري وتعمل له انتصار معين بنتر شوي بيجي أنا رأي الجمهورية بكرة الاتفاق الأمريكي الإيراني لحيكون لصالحي بنتر شوي هكذا دوليك يعني معقول النطرة يكون فيها مقابل مقابل طلب أو سعي لتحقيق يعني مكاسب السياسي أكثر بدوء التغيرات بالمنطق وتحديدا بسوريا رح تابع حديثة معك لا نتوسع أقول لك شيء أنه وقت ربحة 14 أثار وهيدي مبارح أن حكيت بالتقرير اللي نعمل عن رئيس الشهيد رفيق الحريري أنه بس ربحة 14 أثار بالانتخابات النجيبية وأخذت الأكثرية ما تعاطيت 14 أثار مع الفريق الثاني بمنطق الغالب والمغلوب والربح والاختارة بالعكس عمل الرئيس الحرير الحكومي وأعطاهم السلسل معطل لا هو المقصود أنا سؤالي للعكس للمكون الشيعي أنه هل ناطر تتغير الأمور على الأرض حتى للبناء على الشيء مقتضاه بالسياسي بلبنان يعني تغيير يمكن بالنظام مؤتمر تأسيسي بشكل مختلف يعني أنا بدي يصدق اللي قاله السيد حسن نصر الله بطلالته الأخيرة لما قال إنه نحن متمسكين باتفاق الطائف ولما قال نحن ما بدنا مؤتمر تأسيسي ما بدنا نغير النظام فإذن خلينا نكمل هالإيجابيات والقول بدنا نروع على الانتخابات الرئاسية بعد الفاصل نتابع حديثنا المراجعة النقدية لقوة 14 أدار كيف ممكن تترجم تحديدا من قبل حزب الكتائب يلي مثل ما قال معالي الوزير كان عنده أكتر الاعتراضات أو التحفظات بالأمان العام لقوة 14 أدار لحظات ونعود